بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثاني من مجالس شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا المجلس الثاني الذي نبتدئ فيه بعون الله قراءة مقدمة الكتاب هو الذي سبقه المجلس الأول في الحديث عن الكتاب ومصنفه رحمه الله تعالى وهذا أوان الشروع في المقصود سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يهبنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله قال رحمه الله الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه نعم في النسخة الأخرى المحققة فيها مقدمة المستملي الذي سيأتي ذكره في آخر هذه المقدمة وهو الذي أملى عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هذه الشروحة قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال الفقيه الأجل الفاضل الصدر الرئيس الأمين المحترم جمال الفضلاء أوحد الإسلام عماد الدين إسماعيل ابن القاضي الصدر الرئيس تاج الدين أحمد ابن سعيد بن محمد بن الأثير الشافعي الحلبي من شأن المعري نسبا نفعه الله ونفع به ثم ساق المقدمة الحمد لله نعم الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه فتصويبا للقراءة يعني أن لا يقال قال الإمام أو قال المصنف القاضي أو الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله فإن هذا ليس من مقوله بل المقدمة مقدمة المستملي والشرح الآتي بدءا من شرح الحديث الأول هو الذي يصح أن نقول فيه قال المصنف أو قال الإمام تقي الدين رحمه الله نعم قال رحمه الله الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه الذي أودع القلوب من حكمه جواهر وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفى في النسخة الأخرى المحققة وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها ودجت أنوارها بدل وخفتت أنوارها ودج الليل إذا أظلم والمعنى واحد نعم فشيد فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفى وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفى وشفى من الغليل في النسخة المحققة والمراندو بالغليل بالغين العطش وشدة حرارة الجوف فإنها يقال لها الغليل وهي مناسبة في السياق وشفى وإذا قرأتها العليل فهي من شفاء العلة يعني السقم والمرض وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها وميز شرف الحق بعد أن كان مبهما وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلى منهما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلا فأصبحوا شهداء الله في أرضه وقاموا من أوامره بسنته وفرضه وفتحوا من الإيمان بابا مرتجا وتنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجل الدجا فهم وسائل النجاة والمشار إليهم بقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وصفه رحمه الله تعالى للصحابة بما سمعت في قوله فتحوا من الإيمان بابا مرتجا يعني مغلقا وتنزلوا من العباد منزلة النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجل الدجا إشارة إلى الحديث الذي اتفق أهل العلم على تضعيفه أصحابي كالنجوم بأيه مقتديت مهتديت فإنه ضعيف باتفاق لكن المعنى صحيح وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بمثابة النجوم في سماء الأمة حيث كانوا أعلم الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أكثرهم اتباعا لها واستمساكا بنور هديها نعم قال رحمه الله وبعد فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود شرف من اختاره منهم بهذا الشعار وملكهم به ملابس التقوى والوقار لما اغتر غيرهم منها بالثوب المعار وخصهم من المزية أنقرن ذكرهم بذكره وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته فما أجدرهم بشكره وأورد وصفهم لوصفه ثانيا وجعل جن السعادة منهم بهذا القرب دانيا أشير إلى فضيلة أهل العلم التي ذكرها الله عز وجل في اقتران شهادتهم بشهادة الحق سبحانه وتعالى في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فقوله رحمه الله تعالى خصهم من المزية أنقرن ذكرهم بذكره وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته فما أجدرهم بشكره وأورد وصفهم لوصفه ثانيا يقصد بالتثنية هنا يعني بعد الأولية وإلا فهم في الآية في الذكر ثالث شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ثانيا وأولو العلم ثالثا فقوله ثانيا هنا كما يقول الصنعان رحمه الله تعالى ما بعد الأول يعني التثنية التي تأتي بعد الأول وعقبه وإلا فإنه تعالى أورده ثالثا والمراد أنه وصفهم بأنهم شهداء لوصفه تعالى لهم بالشهادة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفضلهم على كثير من خلقه وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين إشارة إلى حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله المتين وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه وأكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه أمر الخلائق باتباع أهل العلم في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واصطفاؤهم وإكرامهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه على ما جاء في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم والحديث حسن بشواهده وقد أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة وقال صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد مئة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة الحديث الذي ساقه المستملي القاضي ابن الأثير رحمه الله تعالى هذا بين العالم والعابد مئة درجة مما أخرجه بعض الرواة كيد ديلمي في مسند الفردوس وابن عدي في الكامل أيضا كلهم من طريق عبد الله بن محرير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا الإسناد منكر كما قال ابن عدي قال الدار قطني وجماعة متروك فالحديث لا يصح وإن كان مراد المصنف صحيح فضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة وهذا شهدت به نصوص الشريعة قوله ما لم تكن به مقترنة يعني إذا انفرد كل من العلم والعبادة على حدة تقتضي الموازنة بينهما تفضيل العلم وقوله ما لم تكن مقترنة لأنهما تقترن العلم بالعبادة كان هذا غاية الفضل وعلو المنزلة التي يصطفي الله بها من يشاء من عباده أن يكون على علم وعبادة وهذا شأن الأئمة الكمل في الأمة رحمة الله عليهم من السلف ومن تبعهم من الخلف الجمع بين الإمامة في العلم والإمامة في العبادة وبهذا يصل أحدهم إلى المراتب السامية الشريفة في ميزان الأمة وأما المفاضلة من حيث العلم والعبادة على انفراد فإن النصوص التي دلت على شرف العلم وحدها أكثر ومن هنا قرر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة وجوها كثيرة في تفضيل العلم على أمور عدة من بينها العبادة وتجدون جملة من النصوص وافرة كذلك فيما ساقه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله مثلاً في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وفي كتابه الآخر الفقيه والمتفقه ومما ساقه الحافظ بن عبد البر أيضاً في جامع بيان العلم وغيره من الآئمة ممن حرص على إراد النصوص وجمعها في تقرير هذا الأصل العظيم وهو تفضيل جانب العلم نعم حسن الله إليكم قال ابن الأثير رحمه الله وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ من رضى الله الأمل والذي ينفع معه القليل من العمل هذا تقييدٌ مهم حيث تساق النصوص لبيان فضل العلم فإنما المراد به العلم النافع لا العلم الظاهر المجرد الذي هو تحصيل المعارف واكتساب المعلومات بمعزل عن آثر العلم في حياة صاحبه فهذا ربما كان حجةً على صاحبه ويزداد بها استكثاراً من الشواهد والحجج نسأل الله السلامة وفي الحديث الذي أخرج الإمام المسلم في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم العالم الذي ما طلب بعلمه وجه الله ولهذا قال المصنف وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ من رضى الله الأمل والذي ينفع معه القليل من العمل فهذا القيد حسن في كلامه رحمه الله تعالى حسن الله إليكم قال رحمه الله ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرر من أمري أو تقول كما في النسخة المحققة علمت أن في الإعراض عن ذلك علي غرر من أمري نعم والمعنى واحد قال وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر ما الوطر الحظ والحاجة والنصيب من الشيء فلما قضى زيد منها وطرا يعني حاجة أو نصيبا وحظا قال أريد أن أبلغ من اتباع الشريعة وأحكامها الوطر يعني أقضي منها حاجتي وأبلغ بها مراني وأناد بها حظي ونصيبي من علم الشريعة وها هنا وقفة لطيفة ولفتة في كلامه رحمه الله قال قلت إن الخسران موجود في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري ثم انظر كيف التمس باب النجاة من هذا الخسران قال فآثرت أن أتمسك من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر فيا طالب العلم حين توفق لطلب العلم وسلوكه وتدرسه وتنهل من معينه فاجعل هذا أحد مقاصدك أن تكون على نجاة في حالك وأن تلتمس لنفسك الفوز والفلاح من الفقه يا طالب العلم أن تعلم أن التمسك بالسنة وطلب العلم من جاة من الخسران وسبب للفوز والفلاح حتى لا يقتصر قصد طلب العلم عند صاحبه على مجرد الاستكثار من المسائل ومعرفة الأحكام فإن هذه شهوة تكثر عند طلاب العلم أن يكون اليوم عنده من علم المسائل أكثر مما كان عنده بالأمس وأن يزداد حفظا لمثن آخر وأن يتجاوز من الدراسة مرحلة وأن ينال شهادة وإن ترقى وهذا حاصل وهو من المقاصد المحمودة الحسنة عند طلبة العلم أن يكون تعلق القلوب بهذا الطريق الشريف وينبغي أن يكون أيضا مستصحبا فيه هذا المعنى أنه حيث توفق لطلب العلم وتساق إليه فإنه من جات من الهلاك أي هلاك؟ هلاك العباد فإن مجرد الاشتغال بالدنيا والانغماس فيها والتزاحم على أبوابها هو من الفتنة التي يهلك فيها طائفة من العباد فكيف إذا كان مع ذلك سلوك ووقوع فيما لا تحمد عقبه وتأتل لأبواب الحرام أو الشبهات أو الفتن بكثير من الشهوات نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وإن لم ترد بها خيرا وتأخذها إلى معالي الأمور قادتك إلى السفاسف فأحرى بطالب العلم أن يدرك أن عمرا يقضيه في هذا الطريق الشريف ووقتا يصرفه في مجالس العلم هو بأمر الله وفضله وتوفيقه صون له عن مسالك الهلاك وأنه إشغال لعمره ووقته وعقله ونفسه بما شرف في الشريعة قدره وعلى أمره وإلا سيكون البديل لا محال شيئا دون ذلك فهذا أيضا مما يلتفت إليه أنه اشتغال بالفاضل والكامل عما دونه حتى تملأ الحياة وتفنى الأعمار في هذه الطرق الشريفة وهي إشارة لطيفة منه رحمه الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولما عرفت هذه الحالة علمت أني في الإعراض عن ذلك علي غرر من أمري وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر فاخترت حفظ الكتاب المعروف بالعمدة للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى الذي رتبه على أبواب الفقه وجعله خمسمائة حديث نعم هذا المصنف العمدة في أحاديث الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى والمستمر قد دخل مباشرة في صلب الأحاديث وتعليق الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله عليها وحذف خطبة صاحب العمدة والكلام عليها وقد قال رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإماماني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه فإنه حسبنا ونعم الوكيد عمدة الأحكام هذا المتن الحديثي الذي حذف فيه الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله أسانيد الأحاديث مقتصرا على متونها بذكر اسم الصحابي راوي الحديث ومقتصرا أيضا على أحاديث الصحيحين وهي العمدة الصغرى للإمام الحافظ عبد المنغ المقدسي لأن له عمدة كبرى تذكر في ترجمته وهي غير هذه العمدة التي يحفظها طلبة العلم والإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هو المحدث تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي الحنبلي الجماعيلي نسبة إلى هذه الأسرة العلمية من الحنابلة ولد سنة خمسمائة وإحدى وأربعين أو أربعين وأربعين وتوفي على رأس الستمائة للهجرة في عمرين في حدود الستين أو دونه بقليل وقد كان رحمه الله من كبار المحدثين وقد كتب ما لا يوصف كثرة وما زال يذكر بالتصنيف والتحديث حتى أدركه الأجل وصف رحمه الله بكثرة العبادة والإمامة والورع مع التمسك التام بالسنة على هدي السلف رحمهم الله صنف كتاب المصابيح كما يقول الذهبي في ثمانية وأربعين جزءا مجتمل على أحاديث الصحيحين ونهاية المراد أيضا كتاب في السنن صنفه في نحو مائتي جزء لم يبيضه والذهبي ذكر له مع ذلك أيضا عشرة تصانيف فقال ومما ألفه بلا إسناد العمدة جزءا قال لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان وبين نسبه يصف رحمه الله تعالى بأنه أحد آئمة الحديث الذين كتب لهم النفع في الأمة وبقاء وأثرهم رحم الله جميع العلماء في أمة الإسلام وما زال متن عمدة الأحكام أحد المتون التي تتجه إليها طلبة العلم لحفظها فإنها أحاديث مبوبة على أبواب الفقه ولكونها مقتصرة على الصحيحين فكل ما فيها صحيح فلهذا تعد مرتبة أولى لطلبة العلم لمن يحفظ أحاديث الأحكام الصحيحة فحسب باتفاق الشيخين أو انفراد أحدهما كما في بعض الأحاديث أن يحفظ عمدة الأحكام دون غيرها ولذلك كانت هذه أيضا من أسباب رواجه وإقبال طلبة العلم عليه والحديث لا تبلغ خمسمائة لكن المصنف رحمه الله لعله قالها جبرا للكسر قال جعله خمسمائة حديث وإلا فهي في ترقيم كثير من النسخ المحققة لا تتجاوز أربعمائة وعشرين أو دونها أو حولها بقليل نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فوجدت الأحاديث كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق وتفتقر إلى كشف وتحقيق لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بحر يغاص فيه على جواهر المعاني ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم الذين أضحت خواطرهم به آهلة المغاني فوقفت من ذلك للقاضي عياض رحمه الله على الكتاب المعروف بالإكمال فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله نعم قوله رحمه الله تعالى بعدما حدد وجهته وانظر أيضا هذا من التأتي وحسن التوفيق لطالب العلم أن يرسم منهجه في طلب العلم وأن يعرف ماذا يريد قال لك من البداية إذا كانت النجاة من مسالك الخطر في اتباع السنة وطلب العلم فالعلم بحور واسعة وأبوابه كبيرة منتشرة فحدد وجهته رحمه الله أن يبحث عن أحاديث الأحكام فلما وقع اختياره على العمدة أراد أن يفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي اجتملت عليها عمدة الأحكام للإمام الحافظ المقدس رحمه الله قال وأردت أن أجد شيئا ما أنتفع به لاستخراج الحكم وكشف المعاني التي يجدها أهل العلم في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث قال ووقفت من ذلك للقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه على الكتاب المعروف بالإكمال ويشير إلى كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالك رحمه الله تعالى المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة للهجرة كتاب القاضي عياض على اسمه إكمال المعلم بفوائد مسلم أراد به رحمه الله أن يكمل الفوائد التي أتى عليها الإمام المازري رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي الذي توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة يعني قبل القاضي عياض بكم؟ بثماني سنوات وهو من أقرانه ومعدود في طبقة شيوخه الإمام المازري المالكي صنف فوائد شرح صحيح مسلم بل لم يصنفها إنما أملاها إملاء على طلبة العلم فجمعت فسميت المعلم بفوائد شرح صحيح مسلم أو بفوائد مسلم كان يمليها هي فوائد وتعليقات في دروسه رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم كان يمليها على طلابه فجمعت وبيضت وبقيت أثراً علمياً خالداً وخرج الكتاب واسمه المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري المالكي رحمه الله تعالى جاء القاضي عياض فأراد أن يشرح كتاب الإمام مسلم فوجد أن ما كتب قبله فيه خير وبركة فلم يشأ أن ينشئ مؤلفاً جديداً وإنما اتجه إلى إكمال المعلم فأسماه إكمال المعلم بفوائد مسلم يعني يكمل ما كتبه الإمام المازري رحمه الله تعالى في كتابه اسمع إلى ما يقول القاضي عياض في مقدمة كتاب الإكمال قال فإن كتاب المعلم لم يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه لماذا؟ نعم لأن كانت فوائد تملى قال وإنما هو تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه وكدات الألباء وكذلك تقييد المهمل يعني لشيخه أيضاً أبي علي الغرناطي قال حال بين الشيخ فيه وبين استفاء غرضه ما دهمه من مزمن مرضه فكثرت الرغبات في تعليق لما يرتضى من تلك الزيادات والتنبيهات بضم نثرها وبجمع والقواطع عن الإجابة تقطع ثم قال رحمه الله تعالى إلى أن من الله بإحسانه بحل تلك القلادة وزوالها وفرغ البال من عهودها الفادحة وإشغالها فتوجه الأمر وانقطع العذر وانبعثت همة العبد الفقير بمعونة مولاه وتوفيقه إلى الإجابة ثم قال ورأيت أن إفراد كتاب لذلك بقطع عن الكتاب المعلم وما ضمنه غير موف بالغرض وإن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنى له يعني أن أترك كتاب المعلم ولا ألتفت إليه هذا هدر وأن أعود فأنشئ كتابا جديدا أضمنه ما ذكره المازري فأزيد عليه أيضا يقول هذا لا معنى له وانظر إلى قمة إنصاف أهل العلم لبعضهم والاعتراف لبعضهم لبعض بالفضل والإشارة يثبت هذا في مقدمة الكتاب فيقول إذا أردت شرح الحديث فقرأ ما عند المازري ثم ها أنا ذا أكمل لك هنا ما يزيد على ما ذكره الإمام المازري هناك في كتاب المعلم ثم قال رحمه الله مع ما تقرر في المعلم من فوائد جمة لا تضاها ونكة متقنة وقف عندها حسن التأليف وتناها فيأتي الكلام في ذلك ثانية غير مفاد وكالحديث المعاد فاستتب الرأي بعد استخارة الله تعالى وسلوك سبيل العدل والإنصاف أن يكون ما يذكر من ذلك كالتذييل لتمامه والصلة لإكمال كلامه فنبدأ بما قاله رضي الله عنه ونضيف إليه ما استتب وتوالى فإذا جاءت الزيادة فصلناها بالإضافة إلينا إلى أن ننتهي منها ثم عطفنا على سوق ما يليه من قوله وإتطارد الكلام بيننا نوباً وبقوة الله وبحوله ثم ذكر منهجه في الكتاب هكذا صنع الإمام القاضي عيام في كتاب الإكمال والآن المستملي ابن الأثير يقول لما أردت أن أستفيد وجدت كتاب الإكمال للقاضي عيام احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال لكن اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بمعنى أن من فرد به البخاري من أحاديث الأحكام مما هو في العمدة لن يجده في إكمال فاحتاج أيضاً إلى ما يسد به الحاجة أما رأيت قلت لك هو عرف طريقه وحدد هدفه فعرف ماذا يريد رحمه الله تعالى وبالمناسبة فلما صن في القاضي عياض كتاب الإكمال فتح باباً لمشروع علمي تتابع فجاء الأبي المتوفى سنة 828 المالكي فكتب إكمال الإكمال يعني إكمال إكمال القاضي عياض ثم جاء بعده السنوس فكتب تكملة الإكمال فصار مشروعاً علمياً يضيف فيه أهل العلمي إلى كلام بعضهم البعض وغالب هذه مطبوعة متوفرة فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث حسن الله إليكم قال رحمه الله فاخترت أن أعلم فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله فلم أجد من علماء الوقت من يعلم صاحب العمدة كما تقدم اقتصر في أحاديث العمدة على الصحيحين وليس معنى ذلك أن كل أحاديث العمدة مما اتفق عليها الشيخان هي في الجملة مجموعها لا يخرج عن ما اتفق عليه الشيخان لكن من نظر وجد أنه لم يلتزم ما اتفق عليه لفظا أحيانا في مواضع يكتفي بما اتفق عليه في المعنى كما هي معروفة لمن حفظ العمدة أو درس شروحها ولهذا فإن المقصود بإسنادها للإمامين يعني في الجملة مجموع الأحاديث لا يخرج حديث منها عن ما في الصحيحين أو في أحدهما ولينفرد أحدهما ببعض الأحاديث نعم قال فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره واسطة عقد الفضائل ملحق الأواخر بالأوائل الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد حجة العلماء قدوة البلغاء أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين أبى الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين أبى الحسن تقدم في ترجمته درس المنصرم أن والده كان شيخ الصعيد وكان عالم مذهب المالكية وبه تفقها الإمام تقي الدين بوالده ولهذا قال هنا أبو الفتح محمد ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبى الحسن علي فهو كان شيخ المالكية في أهل مصر في الصعيد فكان عالما من علماء المالكية وفقهائهم رحمهم الله قال رحمه الله مفتي المسلمين أبى الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ الإمام مجد الدين أبى الحسن علي بن وهب بن مطيعن القشيري رحمه الله لو جعلتها معطوفة على النصب بدءا من قوله فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره إلى أن قال أبا الفتحي فجعلها معطوفة على النصب فتقول العامل بعلمه المحقق إلى آخره نعم العامل بعلمه المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه رحمه الله تعالى ونفع به فإنه الذي فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه وعرفته القصد مما أريد وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد نعم هذا أيضا من تمام وضوح الهدف عند طالب العلم في مسيرته حدد وجهته وحدد المتنى ثم رأى الشروح التي تنفعه ثم قرر أن يجد لذلك منهج يبني نفسه عليه رحمه الله ثم اتجه إلى إمام من آئمة عصره الإمام أبي الفتح تقي الدين بن دقيق العيد قال فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه وعرفته القصد مما أريد أتى إلى شيخه فوبع نفسه بين يديه مخبرا إياه ماذا يريد حدد الهدف ورسم الخطة وأتى بالبرنامج وقال لشيخي أنا أريد كذا وكذا فرحم الله المستملي ورحم الله المملي كانت هذه الخطة ليست منهجا علميا له وحده فانتفع به ووجد حاجته وانصرف بل بقي أثرا خالدا وعلما يدرس تنتفع به الجموع بعد الجموع ويتوالى ذكره في الأمة وينتفع به طلبة العلم إلى يوم الناس هذا وهذا أيضا من حسن ما يقصده طالب العلم لعل شيئا مما تفعله رعاك الله في مسيرتك لطلبك للعلم تقييدا تقيده أو مشروعا تنجزه أو خدمة لطلبة العلم تفعلها تبقى لك ذخرا الله أعلم بها وأعلم بحجم أثرها وبقاء خيرها وامتداد أثرها وحسناتها ما تدري وحتى هو لعلك تجزم أنه ما خطر بباله أن يبقى هذا كتابا مرجعا لكل من يأتي يشرح عمدة الأحكام بعد من دقيق العيد يكون عالة عليه وكبار الحفاظ والآئمة والمحدثين الذين أقبلوا على شرح دواوين الإسلام الكبرى كالصحيحين فإنهم أيضا يرجعون إليه لإضافة التعليقات والفوائد المذكورة في هذا الإملاء الذي أملاه عليه فهذا باب كبير من العلم والأجر فعله ما كان يقصد ذلك لكنك تحسب النية كانت خالصة وأن حسن القصد افتح الله به للعبد مراده وزيادة فحصل العلم وحصل له مقصوده وأتم شرح العمدة على شيخه واستملى منه الفوائد وقيدها ودونها حصل مراده وزاد له فوق ذلك هذا الخير الكبير الذي بقي أثرا عظيما وعلما موروثا يقرأه الناس إلى اليوم ويتدارسونه قوله رحمه الله تعالى وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد يعني جلوسه عند شيخه تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله جلوس المستفيد جلوس المتعلم وسيأتيك في آخر مقدمته اخترت أن أكون من طلبته يعني من طلبة العلم هذا السائل بن دقيق العيد هو أحد وجهاء عصره إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن الأثير الحلبي الكاتب بلغ من الترقي في الوظائف أن ولي كتابة الدرج بعد أبيه في الديار المصرية والمقصود بكاتب الدرج في ذاك الوقت الذي يقوم مقام كاتب السر وناظر بيت المال وناظر الجيش عند السلطان فهي منصب وظيفي رفيع قيل إنه رحمه الله كان يجري مجرى ذلك وتولى تلك الأماكن ثم تركها تدينا وتورعا والتزم طلب العلم وجلس عند الشيوخ ولازمهم وهو الذي علق هذه الفوائد من الشرح العمدة على شيخه تقي الدين بن دقيق العيد وتوفي قبل شيخه بن دقيق العيد متى مات؟ سبعمائة واثنين هذا توفي الستمائة وتسعة وتسعين قبل شيخي بثلاث سنوات فما تدري ما الذي يكتب الله لك من الأجر أخلص نيتك وصحيح عزمك وانطلق متوكلا على الله فلعل صدق نيتك في طلبك للعلم وما تبذله في طريق طلب العلم مما يرتجى نفعه وبقاء وأثره أن يكون لك معنا عظيما عند رب كريم سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال ابن الأثير رحمه الله فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه وعرفته القصد مما أريد وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد فأملأ علي من معانيه كل فن غريب وكل معنا بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده نعم قوله فأملأ علي هذا الذي أثبت فيه المستملي رحمه الله تعالى الذي سأل الإمام ابن دقيق العيد أن يملي عليه الشرح وإسماعيل بن أحمد الحلبي الكاتب كما تقدم فإنه قال فأملأ علي إذن ما كان شرح العمدة من تقي الدين ابن دقيق العيد ما كان تأليفاً يجلس له ويكتب بقلمه ولذلك يقع فيه ما يقع في الأمال الذي ربما كان فيه تكرار بعض الفوائد وإعادة بعض الجمل وشرح بعض المعاني المتكررة لأنه ليست في مجلس واحد وليست تأليفاً بل كانت إملاءاً وإذا كان يغلب على الإملاءات ما كان مرتجلاً أو حاضراً في الذهن حينها فلا تظن أن هذا يعني العبث مثلاً أو قلة الفائدة أو العبارة الظاهرة ستجد فيه كلام ببن دقيق العيد رحمه الله من العمق ما يحتاج إلى شرحه تقول فعجباً إن كان هذا إملاءه فكيف لو كتب كتابة؟ إن كان هذا إملاءاً من عفو الخاطر يجلس بجانبه المستملي وبعض الطلبة فيملي عليهم تلك الفوائد فإذا هو يسترسل كأنما تغرف من بحر لا تكدره الدلاء فهذا الحقيقة يوقفك على شيئين عجيبين الأول أن هذا اللون من مجالس العلم في تلك الآوينة كانت تدل أولاً على حرص الطلبة وهمتهم ونهمة أحدهم وصبره في طلب العلم فإن الإملاء ليس مجرد جلوس واستماع في الدرس ولم تكن ثمة آلات تسجيل بحيث يوكل سرد الفوائد والمعاني إلى تسجيل يعود إليه فيستمعه ويأخذه واحدة واحدة له تقييد في حينه وإلا فات فالاستملاء في ذكر مجالس العلم همة عند طلبة العلم هذا المعنى الأول المتحقق في مجالس الاستملاءات أو الأمال عند طلبة العلم والمعنى الثاني سعة علم العلماء آنذاك وعجيب استحضارهم ونشرهم للعلم وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأمال وهي جمع إملاء مصدر للفعل أم لا يملي واستملى فلان إذا سأل غيره الإملاء وقد شاع في صدر الإسلام وقرونه الأولى مجالس الإملاء وهي كانت في الغالب إملاءات المحدثين أو إملاءات أهل اللغة والأدب وبذلك اشتهرت كانت مجالس إملاء الحديث خاصة عامرة في ديال الإسلام ومنتشرة وإليها كانت الرحلة وهي كما يقول الخطيب البغدادي من أجل مجالس العلم وأعلى مراتب الرواية قال وهي أحسن مذاهب المحدثين كانت فاشية في تلك القرون عند المتصدرين والمتقدمين حتى عد الإملاء من وظائف العلماء أنه يملي الحديث فإما أن يمليه المحدث من كتابه أو يمليه من حفظه والثانية أشد وأعلى رتبة ولا يقوى عليها إلا الأئمة الحفاظ الكبار الذين كان أحدهم يسرد الحديث كأنما هو بين عينيه يسوق الأسانيد ويذكر الطرق وإذا بيّن العلل ثم يسردها ملحقة بالمتون من غير ما خلل أو اضطراب أو تداخل ثم عز ذلك لما أصبح زمن الأئمة الحفاظ دون ما كان في الصدر الأول إلى أن جاء في القرن الخامس وما بعده فأعاد مجالس الإملاء المحدثون آنذاك كالخطيب البغدادي وأبو طاهر السلفي والحافظ بن عساكر والأئمة بعدهم في القرون الحافظ بن الصلاح الإمام جمال الدين المزي رحم الله الجميع فهؤلاء كانوا أفراداً في أزمنة متفاوتة بعد ذلك الصدر الأول ثم انقطع أيضاً الإملاء ثانية فأعادها بعد تلك الطبقة من جاء بعدهم التاج الدين السبكي والإمام بن الملقن شيخ الحافظ بن حجر وزين الدين العراقي وابنه ولي الدين الحافظ بن حجر ثم السخاوي تلميذه ثم جاء السيوط بعدهم من المتأخرين فكان هؤلاء كما قلت لك أفراداً وأحاداً أعادوا مجالس الإملاء هذه كانت غالباً إملاءات المحدثين وأماليهم وعليها كانت العمدة في الرواية والسماع والاستجازة عند غير المحدثين كانت كتب الأمال أيضاً موجودة عند أرباب اللغة والأدب ولعل كتاب الأمال لأبي علي نلقالي إسماعيل بن القاسم الموتوفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة من أشهر ما كتب فإنها مجموعة مجالس كان يمليها أبو علي القاني على طلبته في اللغة والأدب فيها فوائد وتقعيد وخواطر وينشد فيها بعض الشعر ويعلق عليها وكان يفعل هذا في مجالسه في قرطبة وهذا المصنف الذي بين أيدينا ليس رواية حديثية وليس إملاء لغوياً وأدبياً لكنه فقه في أحكام الشريعة شرحاً على أحاديث عمدة الأحكام وهذا أيضاً لون عزيز وله نظائر في ميراث الأمة وتراثها العلمي أن وقعت فيه بعض ما أضحى من المصنفات في المكتبة الإسلامية أنه وقع إملاء ولعل أشهر ما في ذلك من كتب الشريعة كتاب المبسوط للإمام شمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل رحمه الله تعالى المتوفى في نهاية القرن الخامس 490 للهجرة فإنه أملى كتاب المبسوط كاملاً محبوساً في بئر في جب فكان يمليه والمستملي من أعلى البئر يكتب ويطبع المبسوط اليوم في مجلدات ضخمة تحوي فقه الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع هذا الذي يدلك على علم تحويه صدور العلماء فإذا قلت إن العلم الذي في صدره يمكن أن يكون حملة بعير أو وقراً أو وقرين فتعلم يقيناً أن هؤلاء لو أراد أحدهم أن ينثر علمه فهو إنما لسان يطلقه في المسائل والتحرير القضايا كأنه دلو يغرف به من بئر لا يزيده النزح إلا استكثاراً في الماء رحمة الله عليهم جميعاً نعم أحسن الله إليكم قال ابن الأثير رحمه الله فأملى علي من معانيه كل فن غريب وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله رجاء أن أرد ما ورده فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجباً اخترت أن أكون من طلبته فإن لم أمت عالماً مت طالباً لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا الدعي علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي وقد وثقت آمالي بالنجح اعتماداً على ما وردت به السنة وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بإحكام الإحكام بإحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم إذن التسمية ليست من الإمام بن دقيق العيد بل هي من المستملي كما تقدمها الآن في صريح كلامه قال وسميت ما جمعت من فوائده إذن هي من المستملي عماد الدين بن الأثير كما تقدم الذي طلب من بن دقيق العيد أن يكون له شيء من إملائه على شرح الأحاديث نعم ولهذا فإن أن تقول كتاب إحكام الأحكام لبن دقيق العيد هو ليس كتاباً له وليس تأليفاً يعني هذا في المنهجية في دقة أن تقول شرح بن دقيق العيد رحمه الله على عمدة الأحكام أو أن تقول كتاب إحكام الأحكام الذي استملاه فلان على المصنف رحمه الله جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقياً ومن مكروه الذنوب منجياً وواقياً إنه على ما يشاء قدير جعل الله ذكره إلى يوم الدين باقياً فلعل الله أجاب دعوته فبقي هذا الكتاب منذ أن بيضه قبل وفاته قبل سبعمائة للهجرة ويمضي عليها سبعمائة أخرى من تاريخ الأمة ويبقى الكتاب هذا محفوظاً ويتداوله طلبة العلم ويفيد منه العلماء ويجلس حوله طلبة العلم يتدارسون فرحمهم الله ورزقنا وإياهم الإخلاص لوجهه الكريم هذا المستمر الذي تقدم ذكره إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي قد نبه الصنعان رحمه الله في تعليقه على شرح بن دقيق العيد على أنه ليس أحد الثلاثة من أبناء الأثير المعروفين فإن لما تقول ابن الأثير صاحب النهاية وابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ أو ابن الأثير أيضاً صاحب المثل السائر هؤلاء ثلاثة إخوة يقال لكل منهم ابن الأثير ابن الأثير هذا المستملي صاحب شرح العمدة ليس واحد من هؤلاء الثلاثة فإنهم وإن كانوا قريبين من زمنه إلا أنهم أسبق منه أما الإخوة الثلاثة فهم ثلاثتهم أبناء أثير الدين محمد بن عبد الكريم الجزري ولأن والدهم كانوا يلقبوا بأثير الدين قيل لكل منهم ابن الأثير وهم على ترتيب وفاياتهم أولهم الإمام المحدث أبو السعادات وكنيته أبو السعادات مجد الدين اسمه المبارك ابن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الجزري هذا أولهم وفاة توفي سنة ستمائة وستة هذا المحدث صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر وصاحب ديوان السنة الكبير جامع الأصول والمسانيد والسنن الثاني أخوه أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الجزري وفاته الستمائة وثلاثين هذا المؤرخ أن الساب صاحب كتاب الكامل في التاريخ وصاحب كتاب أسد الغابة في ترجمة أو في تراجم الصحابة والثالث من الإخوة أبو الفتح نصر الله ضياء الدين نصر الله ابن محمد ابن محمد بن عبد الكريم الجزري وفاته الستمائة وسبعة وثلاثين فهم في طبقة شيوخ المستملي إسماعيل بن الأثير الحلبي الذي استمنى من ابن دقيق عيد هذا الشرح والثالث في الإخوة نصر الله هو الأديب صاحب كتاب المثل السائر في أدب الشاعر أو أدب الكاتب والشاعر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب أعن ووفق الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أبو حفص وعمر بن الخطاب بن نفيل هذا الكلام لمن؟ خلاص من هنا كل ما يأتي من الكلام على الحديث فهو للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري بن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال الكلام على هذا الحديث من وجوه وهكذا يفعل رحمه الله بعد إيراد كل حديث يقول الكلام على الحديث من وجوه ويبدأ بترقيمها وعادة يبدأ بترجمة راوي الحديث الصحابي يذكره موجزا ويذكر أبرز ما يتعلق بالتعريف به أو بمناقبه رضي الله عنه وهكذا يصنع رحمه الله في إشارة موجزة ليربط بين الحديث وراويه وبما أننا في أول مجالس قراءة الشرح فأحب لأحدكم إن لم يكن حافظا لأحاديث عمدة الأحكام أن يحفظها فيكون حفظه مقترنا أو حتى سابقا على ما نتدارسه من الشرح ليقع له فهم جمل الحديث ودقيق كلام المصنف رحمه الله على ما قد وفقه الله تعالى لحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن دقيق رحمه الله أبو حفظ هو عمر بن الخطاب بن نفير بن عبد العزة بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها آخر الحروف وبعدها حاء يريد أن يضبط اسم رياح قال بكسر الراء حتى لا تقرأها رو أو راء قال بعدها يا حتى لا تقرأها باء أو تاء وحتى لا تكون المسألة أيضا غير منضبطة من كان يكتب في ذاك الوقت قبل أن تكون الطباعة وحيث أيضا يكثر ورود احتمال الخطأ أو الخلل في النسخ لو قلت بعدها يا فجاء الناسخ من تلك النسخة فبدل أن يكتب يا وضع نقطتين فصارت تاء فلا يؤمن الخطأ فيعمدون إلى الضبط بما هو أدق فإنما يقول الراء المهملة فإنه لا يمكن أن يقع فيها شيء يمكن أن يكون زاء قل المهملة فإن الزاء معجمة فإذا قالوا المهمل والمعجم فهي في الحروف الثنائية التي تشابه في الشكل وتختلف في النقط فالراء المهملة والزاء معجمة والعين مهملة والغين معجمة فكل حرفين يتشابهان في الشكل ويختلفان في النقط يقال للمنقوط معجم ولغير المنقوط مهمل وإذا كان حرفا له صورة واحدة لكنه تتعدد حروفه التي تشترك في الصورة كالباء والتاء والثاء والياء فإن كل منهما سنة وعليها نقطة أسفل بالباء أو نقطة واحدة فوق بالنون أو نقطتين تحت بالياء أو نقطتين فوق بالتاء أو ثلاث نقط فلا يكفي أن يقول معجم ومهمل هنا في الباء والتاء والثاء والياء يضبطونها يقول بالباء الموحدة يعني نقطة واحدة أو بالتاء المثنات الفوقية يعني تاء وإذا قال مثنات تحتية فهي الياء أو قال بالثاء المثلثة يعني الثاء بثلاث نقط فقول المصنف بعدها ياء آخر الحروف إيش يقصد؟ آخر حروف الهجاب الترتيب ألف با تا ثا فإن آخرها نون ها واو يا أيضا حتى لا يقع الخلط ولذلك يقول الصنعان رحمه الله هذه عبارة قليلة في ضبط هذا الحرف والأكثرون يقولون بمثنات تحتية لكن هذا من المابين دقيق العيد غير معهود في كلام العلماء رحم الله الجميع قال رحمه الله بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة هكذا راء مهملة وزاي معجمة فالأولى راء والثانية زاء ولا يقع الخلط بينهما نعم ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي يعني في النسب نعم أسلم بمكة قديمة وشهد المشاهد كلها عمر رضي الله عنه أحد الصحابة الأوائل في تاريخ الإسلام فإنه أسلم سنة خمس رحمه الله رضي الله عنه وكان بعد أربعين رجلا ممن أسلم في الصحابة وقيل به تمت الأربعون ويعلم كلكم أنه رضي الله عنه ممن تقول إسلام بإسلامه وأيد الله عز وجل به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق وقتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربعين مضين لأربعين مضين وقيل لثلاث يعني أربعة أيام مضت من ذي الحجة أو ثلاثة أيام من ذي الحجة يعني في أول الشهر أو قيل وفاته في غرة المحرم يعني لأربعين مضين بعد ذي الحجة فيكون في بداية محرم فإنه صح أنه رضي الله عنه حجة الكسنة وكان الخليفة عادة ما يكون أميرا ركب الحج فلما حجة تلك السنة دعا الله في عرفات أن يرزق الشهادة وموتا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي الشهادة بقتله مطعونا رضي الله عنه ونال الموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبه جمة عظيمة أحد أفراد هذه الأمة منزلة وشرفا رفيعا رضي الله عنه وأرضاه إحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في أور كل تصنيف ووقع موافقا لما قاله ابتدأ المصنف رحمه الله يقصد الإمام الحافظ عبدالغني المقدس رحمه الله ابتدأ كتابه عمدة الأحكام بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما الأعمال بالنيات قال لتعلقه بالطهارة ما وجه التعلق أن الطهارة من جملة الأعمال التي تفتقر إلى نية فمن اغتسل غسلا ما نوى به رفع الجنابة وراد به التبرد أو الاستحمام أو تنظيف الجسد ما حصل له رفع الجنابة ما لم ينوي ذلك ليش لأنه تتوقف الأعمال في الإسلام على النيات ومنها الطهارة فقال لتعلقه لتعلق هذا الباب أو لتعلق النية بالطهارة ثم قال وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ في كل تصنيف بهذا الحديث يعني حديث إنما الأعمال بالنيات من الذي قال من المتقدمين ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف نعم أحسن يذكر هذا عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الذي طلب من الشافعي رحمه الله تأريفه للشهير لكتاب الرسالة فعبد الرحمن بن مهدي كما نقل البخاري ونقل الترمذي وأيضا إنه من أوائل من قال إن حديث إنما الأعمال بالنيات ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف قال فوقع هذا موافقا لما قال وكذلك صنع الإمام البخاري رحمه الله فإنه صدر الصحيح بحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإن استشكل أنه ترجم أول كتاب في الصحيح بكتاب بدء الوحي ثم أتى بحديث النيات وأطال الأئمة في شرح الحديث اعتراضا وتوجيها كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره لكن المقصود أنه يستفتح به تقريرا لهذا الأصل العظيم وأن العمل إنما يفتقر إلى نية فيريدون الحديث تيمنا به وتقريرا له وتذكيرا لطلبة العلم إذا جلس أحدهم مجلسا أو حفظ متنا أو فتح كتابا أن يستحضر أمر النية لتزول الشوائب أولا ويبتعد عن مفسدات النية وأن يستحضر كمال الأجر بحصول نيته على التمام أحسن الله إليكم قال رحمه الله الوجه الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربى في النسيئة وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربى الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر هذا بدء في الدخول على تطبيق قواعد الأصول في جملة الحديث وهذه أول مسألة في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله من قواعد الأصول في شرحه لأحاديث عمدة الأحكام وسنقرأ كلام ابن دقيق العيد رحمه الله ونقتصر على فهم عبارته ثم إذا انتهينا من شرح الحديث عدنا إلى تتميم ما يمكن أن تتم عليها من الفوائد استكمالا لها أول لفظة في الحديث إنما الأعمال بالنيات قال رحمه الله كلمة إنما للحصري على ما تقرر في الأصول أين يذكر الأصوليون ذلك؟ في أبواب دلالات الألفاظ في أي فصل على التحديد في حديثهم عن مفهوم المخالفة في أي باب في الحديث عن صيغ أو أدوات أو أنواع مفهوم المخالفة من أنواع مفهوم المخالفة الحصر كما تقول من مفهوم المخالفة مثلا مفهوم الشرط وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن هذا الشرط فمن مفهوم المخالفة أن المطلقة إلى إن لم تكن حاملا فلا نفق هذا نوع من أنواع مفهيم المخالفة من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصري هذا يحتاج إلى سؤال قبل ما الحصر؟ الحصر أحد أساليب البلاغة التي يتكلم عنها البلاغيون كما يتكلم الأصوليون لكن كلام البلاغيين من جهة اللغة وإفادة المعنى والدلالة ويبني الوصليون على ذلك أثره في الأحكام فللحصر صيغ من صيغ الحصر إنما فتقول إنما العالم زيد ويقول الله عز وجل إنما أنت منذر ويقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق هذا أسلوب حصر ففيف مفهوم المخالفة عند الأصوليين يذكرون هذا المعنى فيفهم من الحصر مفهوم مخالف ما المفهوم المخالف؟ نفي حكم المذكور عن غير المذكور يعني حديث إنما الولاء لمن أعتق أثبت ماذا؟ العطق أثبت الولاء لمن أعتق فبمفهوم المخالفة لا ولاء لمن لم يعتق فلا يحصل الولاء من غير عطق هذا معنى مفهوم المخالفة ويطويل الأصوليون فيه الكلام من عدة جهات أولاً يتحدثون عن صيغ الحصر فمنهم من يقول صيغ الحصر عدة ويجعلون أقواها التي تدل على الحصر ما وإلا أو إن شئت فقل أداة النفي التي تسبق إلا مثل لا صلاة إلا بطهور لا نكاحة إلا بولي يقول هذا من أقوى صيغ الحصر حتى قيل إن دلالة المنفي في مثل هذه الصيغة في قوة المنطوق ويعدونها كذلك ورجح هذا الشيرانزي والقرافي وصيغة إنما هي من صيغ الحصر أيضاً التي يتناولها الأصوليون ويتكلمون عنها هي قريب من أداة النفي التي تقول ما وإلا أو لا وإلا مثل إنما الولاء لمن أعتق إنما الأعمال بالنيات فإنما عندهم تفيد إثبات الحكم للمنطوق ونفيه عن غيره هذا معنى مفهوم المخالفة ومعنى الحصر أن الحكم منحصر في المنطوق المذكور في النص ومعنى انحصاره فيه عدم وجوده في غيره ولهذا عد مفهوم مخالفة قال رحمه الله كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول فكونك تبني مفهوم المخالفة هذا يتكون من جزئين الجزئ الأول أن تقول ينحصر الحكم في المنطوق دعنا نطبق على إنما الولاء لمن أعتق لأنه أسهل من تركيب إنما الأعمال بالنيات على ما سيأتي إنما الولاء لمن أعتق ينحصر الولاء في من حصل له العتق أو منه العتق هذا الجزء الأول الجزء الثاني الذي تبنيه على هذا الحصر طال من حصر الولاء في صاحب العتق إذن فينتفي الولاء عن غيره هذا عند الجمهور أما الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة فيمنعون هذا الاستدلال ويجعل المفهوم المخالفة أصلاً ليس من الدلالات فإذا قلت لهم ما دلالة إنما الولاء لمن أعتق يقول لك إثبات الحكم للمنطوق أما أن تزيد جملة ونفيه عن غير المنطوق فهذا مفهوم مخالفة والحنفية لا يقررونه وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى يخالفون في بعض أنواع مفهوم المخالفة ومنه هذا مفهوم الحصر فإن بعض الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والطوفي أيضاً يوافقون الحنفية في أن مفهوم الحصر لا يعمل به والنصيغة إنما لا تدل إلا على حصر الحكم في المنطوق طيب المسكوت قال مسكوت عنه المسكوت مسكوت عنه غير المنطوق يتوقف على دليل يقرر حكمه لكن لا تعطيه خلاف حكم المنطوق من باب مفهوم المخالفة إذن هذا في مفهوم الحصر معناه قصر الحكم على المذكور ونفيه عن غيره قول رحمه الله كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول ذهب بعض الأئمة كأبي بكر الباقي اللاني وأبي الوليد الباجي إلى أن الحصر ليس له إلا لفظ واحد فقط هو إنما وسيأتينا إن شاء الله بعد تمام الحديث صيغوا أنواع الحصر الأخرى التي يسودها الأصوليون في هذا الباب قال كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول ثم استشهد على ذلك استشهد عليه باتفاق الصحابة على أنهم فهموا من أداة إنما فهموا منها الحصر قال للدليل واستدلال بن عباس رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ما وجه ما وجه الاستدلال أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى الربا إلا ربا النسية وأما ربا الفضل فلا يراه ربا ويستدل بحديث إنما الربا في النسية إذن ماذا فهم قصر الحكم على ربا النسية وأنه إذا جاء الربا في كتاب الله وفي السنة محرما فإنما هو النسية لصراحة الحديث إنما الربا طيب حتى لا يقال هذا فهم صحابي قال المصنف وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر يقول الصحابة الآخرون رضي الله عنهم لما خالفوا ابن عباس في المسألة ما قالوا له فهمت خطأ ما قالوا الحديث لا يدل على الحصر بل استدلوا بأحاديث أخرى تثبت ربا الفضل فكانت دلالة منطوق أقوى من المفهوم المخالف في حديث إنما الربا في النسية ودلالة المنطوق أقوى فإذا أثبت النص الآخر ربا الفضل الذي دل هذا هذا الحديث بمفهومه على عدم ودل ذاك بمنطوقه على إثباته فإذا تعارض دديليان أحدهما يثبت والثاني ينفي واحد منهما منطوق والثاني مفهوم أيهما أقوى المنطوق قال فكان اعتراض الصحابة على ابن عباس رضي الله عنهم جميعا لا في فهمه للحصر بل بماذا بمعارضة دليل آخر قال وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومثل ذلك أو قال وأصرح منه أو أوضح منه حديثهم في نفس السياق بنفس الأسلوب اختلافهم في مسألة وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال وفهمهم أولا لحديث إنما الماء من الماء فحصر وجوب الغسل بحصول إنزال الماء وهو المني وفهموا من ذلك أنه إن لم يحصل إنزال للمني وخروج للماء فلا غسل فهموا الحصر ولم يصوب هذا الفهم بمعارضتهم في فهم الحصر بل بدليل آخر وهو إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وإن لم ينزل فقال هذا أيضا تقرر عندهم فدل ذلك مع وجود مثال واثنين وأكثر أنهم فهموا أن صيغة إنما تدل على الحصر ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لفظة إنما للحصر عند جماهير العلماء قال وهذا مما يعرف بالاضطرار من لغة العرب كما تعرف معاني حروف النفي والاستفهام والشرط وغير ذلك يقول هذا عند العرب من لغتها التي لا ينكرها أحد ولا يختلف فيها أحد بل هي تدل على حصر الحكم يعني في إثبات أو اقتصار الحكم على المذكور فقط فيما ذكرت فيه صيغة الحصر نعم معنى الحصر إثبات الحكم في المذكور هذا القدر متفق عليه بين العلماء بل كما يقول شيخ الإسلام من تيمية هذا مما تعرفه العرب بالاضطرار من لغة العرب أن لفظة إنما تدل على إثبات الحكم في المذكور أما الجملة الأخرى ونفيه عما عدا فهذا مذهب الجماهير جمهور العلماء يعني مالكية وشافعية وحنابلة وأما الحنفية وبعض من ذكرت لك ممن وافقهم لا يوافقون على أن لفظة إنما تدل على نفي الحكم عما عدا المذكور في النص بل تدل على ماذا على اقتصار الحكم على المذكور وسكوته عن غيره فلا يثبت لغير المذكور إثبات ولا نفي إلا بدليل مستقل يتعلق به نعم قال رحمه الله وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم فيه بحث يختصر المصنف رحمه الله بن دقيق العيد يختصر الكلام اختصارا وما يبسطه الأصولي منك في صفحات يأتيك فيها بجملة مختصرة لو أردت شرحها واستفاءها احتجت إلى مجلس بأكمله لأنك تشرح قاعدة أصولية ذات تفاصيل تطول قال هل نفي الحكم عما عداه التي هي الجملة الثانية معنا الحصر إيش إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فإذا قلت إنما الولاء لمن أعتق ما إثبات الحكم في المذكور إثبات الولاء لمن حصل منه العتق ما نفيه عما عداه نفي الولاء عما لم يعتق الجملة الثانية نفي الولاء عما لم يعتق هل دل عليها اللفظ لغة أو من طريق المفهوم فيه خلاف قال المصنف رحمه الله هل نفيه عما عداه يعني عند الجمهور لا عند الحنفية ولا عند الآمدي وابن الحاجب والطوفي الذين لا يرون أن لفظة إنما من مفاهيم المخالفة هؤلاء الجمهور الذين يقولون بمفهوم المخالفة في أداة إنما هل مفهوم المخالفة عندهم من مقتبى اللغة في اللفظ أو هو من طريق المفهوم قال فيه بحث يعني هذا أيضا فيه خلاف بين الجمهور وذلك أنهم يحللون لفظة إنما هل هي إثبات ونفي تقول إن للإثبات وما للنفي فبالتالي هي أصلا صيغة مركبة من شقين إثبات ونفي هكذا يقرره بعض الأصوليون ويقول شيخ السلام هذا ضعيف للغاية فإنما أحدا من أهل اللغة يقول إنما هنا نافية بالتالي فهذا التخريج ضعيف والأصح أن تقول أن أسلوب العرب الذي جرت عليه في حصر أو في رغبة العربي إذا أراد أن يحصر صفة في موصوف يستخدم إنما واحدة من أساليب العربي إذا تكلم عندما يريد أن يحصر صفة في موصوف بعينه أن يستخدم لفظة إنما لكن هل يقصد نفي تلك الصفة عما عداه الجواب هذا بحسب الحصر هل هو حصر تام حقيقي أم هو حصر إضافي الذي يقول عنه المصنف بعد قرير الحصر المخصوص إذن هو حصر فهو ينفي الحكم عما عداه هل يدل عليه لغة أو مفهوما هذا خلاف أيضا بين الأصوليين فمن يقول إنه باللغة يقول دلت إنما على إثبات ونفي في آن واحد إثبات الحكم للمذكور نفيه عما عداه فيجعلون دلالة المفهوم في صيغة إنما من أقوى الدلالات التي تبلغ درجة المنطوق حتى تصبح واحدة منها وبالمناسبة فإن يعني قول المصنف رحمه الله في ذلك اتفاق على أنها للحصر وبين معنى الحصر فيه بحث أيضا عند الأصولين هل إنما هي التي أفادت الحصر حتى البلاغيون ناقشون هذا التعقيب هنا أن الحصر المستفاد من جملة مثلا إنما الولاء لمن أعتق هي مكونة أيضا من أمرين الأول إنما فإنها من صيغ الحصر والثاني من إضافة المسند إلى المسند إليه يعني لما تقول الولاء لمن أعتق بمجموع الأمرين حصلت دلالة الحصر ولهذا فإن هذا أيضا من محل البحث في المسألة التي اختصرها المصنف رحمه الله تعالى فالجمهور على أنها من طريق المفهوم ولذلك عدوا إنما أحد أدوات الحصر في باب مفهوم المخالفة أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله الثالث إذا ثبت أنها للحصر هذه الفائدة الثالثة من الحديث وبها نختم مجلس اليوم إن شاء الله تعالى نعم الثالث إذا ثبت أنها للحصر ما هي نعم لفظة إنما فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا إنما الله إله واحد هذا حصر مطلق وليس حصرا مخصوص إيش الحصر المخصوص سيأتي بعد ذلك بقليل الذي يفهم بالقرينة والسيق أما المطلق الذي هو على إطلاقه ويسميه البلاغيون الإطلاق اللي يسمونه الحصر المطلق أو الحصر أن يحصر ما في الجملة المذكورة بإنما إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد فإنما الله إله واحد فأثبت الألوهية محصورة في الذات الإلهية ونفاها عما عداه مطلقا هذا الحصر المطلق وهو الأقوى الذي يرد في الكلام في النصوص الشرعية هذا أحد نوعي الحصر قال وتارة تقتضي حصرا مخصوصا الحصر المطلق الذي يخصص فيه الشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر لا بالإضافة ولا بالنسبة ولا باعتبار من الاعتبارات بل هي مطلقة في كل اعتبار وبكل حال إنما الله إله واحد النوع الثاني الحصر المخصوص نعم وتارة تقتضي حصرا مخصوصا ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله تعالى إنما أنت منذر الحصر المخصوص الذي يسميه البلاغيون الحصر الإضافي تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة والنظر إلى شيء آخر لا مطلقا لا مطلقا لا بالنظر إلى الحقيقة ونفس الأمر بل بالنظر إلى شيء آخر سواه فيخص الموصوف بتلك الصفة قال كقوله تعالى إنما أنت منذر الخطاب لمن لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قلت إنه حصر أو رد عليك إشكالا حصر دور رسول الله عليه الصلاة والسلام في النذار طيب وإين البشارة بالحصر خرجت ألسنا نقول إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه إذن فليس من دوره المناطبه عليه الصلاة السلام البشار ولا تبلغ الوحي ولا تعليم الحكم ولا تزكية النفوس ولا دلالة الأمة على طريق الجنة والنا ولا كونه أسوة وقدوة هذا سيرد إشكالا فما الجواب عنه أن الحصر هنا في الآية من النوع الثاني الحصر المخصوص والذي يسميه البلاغيون الحصر الإضافي إيش يعني حصر مخصوص يشرح لك المصنف وظاهر ذلك وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة والرسول لا ينحصر في النذارة بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها وغيرها كثير البشارة والنذارة وتبليغ الوحي وتسكية النفوس وتعليم الحلال والحرام ودلالة الأمة وكونه قدوة لها عليه الصلاة والسلام وغيرها كثير ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن يؤمن ونفي كونه قادرا على إنزال مقترحه الكفار من الآيات نعم هذا الدليل فإذا الخروج من هذا الإشكال أن تقول الحصر هنا حصر مخصوص كيف قلنا ذلك قال يفهم بالقرينة والسياق ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه جاء الجواب في هذا السياق فهم أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتنزل بالآيات على رغبتهم وعلى حاجتهم فقال إنما أنت منذر أنت تبلغ نذارة تأتيك من الله ولست تبتدئها ابتداءا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي فهذا تأكيد لمعنى تلك الآيات وبه تفهم فقولوا إنما أنت منذر ليس حصرا بل هو بالنسبة إلى سياق جاء فيه يعني هو في هذا المقام الذي يضب به الكفار أن يكون عليه الصلاة والسلام آتيا لهم بما شاءوا من الآيات وقت ما يشاءون هذا غير متحقق لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا ليس إلا منذرا ففهمت الحصر هنا أنه حصر إضافي أو مخصوص كما سماه المصنف رحمه الله نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع طيب إنما أنا بشر تثبت البشرية ويقتضي إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه يعني ليس غيره بشرا عليه الصلاة والسلام تنفي البشرية عما عداه أو تنفي بقية الأوصاف لأنك حصرته عليه الصلاة والسلام في وصف البشرية وليس شيء من ذلك مرادا ما الجواب إذا قيل لك هذه أداة حصر وأنتم تقولون أن أداة الحصر تدل على إثبات الحكم المذكور ونفي غير الحكم المذكور عنه ونفي الحكم المذكور عن غير المذكور تقول لا هذا الحصر هنا حصر مخصوص أو إضافي ما الجواب هم جاء في سياق إثبات البشرية هنا جاء في سياق نفي اطلاعه على الغيب في مقام الحكم بين المتقاضيين إذا اختص ما إليه صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوي ما أسمع فأثبت البشرية في هذا السياق فإذا فهمت أن في هذا السياق إذن هو حصر إضافي أو مخصوص نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثره الحياة الدنيا لعب طيب العبادة فين وطالب العلم فين والقربات التي تنافس فيها الصالحون وقيام الليل وقراءة القرآن والاستباق إلى الدار الآخرة حصر إنما الحياة الدنيا لعب وله ما في أي شيء ثاني تثبت هذا الحكم وتنفي عما عداه عن المذكور إذا فهمتها بالحصر المطلق في كل صيغة تجد فيها لفظة إنما تقع في إشكاء لكن الجواب أن تفهم أن الحصر إما مطلق وهذا ليس كثيرا مثل إنما الله إله واحد وأما الكثير الوارد في النصوص فهو الحصر الإضافي أو الحصر المخصوص كما يقول المصنف رحمه الله وهو أنه يكون حصرا بالنسبة إلى غيره أو باعتبار ما دون غيره من الاعتبارات ويفهم ذلك بالقرينة والسياق إنما الحياة الدنيا لعب وله إيش معناها؟ قال باعتبار من آثرها هي منحصرة في اللعب وله عندما عاش الحياة لا يعرف إلا هي كحياة الكفار والبهايم الحياة عندهم له ولعب فإذا لم يكن حساب للدار الآخرة ولا للجنة والناء فالحياة عندهم له ولعب وهذا واقع يعيشه غير المسلم أو المسلم اللهي قال إنما هي باعتبار من آثرها نعم قال إنما هي باعتبار من آثرها وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى قد تكون الحياة الدنيا يعني نعم فقد تكون سبيلا إلى الخيرات أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل جواب آخر أن تقول إنما الحياة الدنيا لعب وله يعني في حق أكثر البشر الذين يؤثرون الحياة الدنيا وانغمسوا في ملذاتها وأهوائها هي كذلك بالنسبة إليهم فعدنا إلى مسألة الحصر المخصوص أو النسبي نعم وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها فإن دلسي فإن ما يعني فاعتبرها انظر فيها وتأمل حتى تقرر الحكمة نعم فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإن لم يكن في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والله أعلم نعم هذا الكلام الدقيق المتين أراد به أن يعطيك مدخلا كيف تتعامل مع أدوات الحصر فهمت الآن بعد أن فهمت نوعي الحصر أن حديث إنما الأعمال بالنيات هل هو من باب إنما الله إله واحد أو هو من باب إنما الحياة الدنيا لعب وله فاعتبرها فإن دل السياق والمقصود على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإن لم يدل على الحصر فاحمل الحصر على الإطلاق ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني ليس شيء من عمل العبد إلا مرتبطا بقصده ونيته لا يشذ عن ذلك شيء حصر مطلق أو نسبي مخصوص إضافي حصر مطلق فإنه لا يستثنى منه شيء وليس محصورا بسياق أو تحده قرينة عن غيره هذا التفصيل سيأتي في وجوه أخر في كلام المصنف رحمه الله تعالى فإذا متى فقدت القرينة في الحصر فهو مطلق أو حقيقي والحقيقي إما قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة وأحدهما أكثر من الآخر في لغة العرب وسيأتينا هذا مبسوطا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع الوجوه الأخر في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على الحديث الأول والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين